مرحبا وشكرا لم تابعتكم تيك ميشن بعالم الموبايلات في منافسة واسعة جدا بمختلف الفئات السعرية بعالم التابلت الخيارات أقل بكتير اللي عايشين في دبي بيعرفونه في عنا الايباد والجالكسي تاب والهواوي بالفئة الغالية واللينوفو بالفئة الاقتصادية ما كان في عنا خيارات كتير أخرى اليوم عنا نوكيا همتنزل أول تابلت أندرويد بتاريخها خطوة مهمة جدا وتابلت مهم جدا في مواصفات مميزة وبيجي مع منصة جوجل للترفيه بس قبل ما نحكي بالتفاصيل هل بتحبوا تكونوا انفلونسرز أو يوتيوبرز وما عندكن الوقت أو القدرة تحرروا الفيديوهات تيك ميشن بتقدملكون كونتينت ستار الخدمة الأولى من نوعه بالعالم العربي انتوا صوروا ونحن بنعمل التحرير والإخراج والنشر زوروا كونتينت ستار دوت نت لتعرفوا أكتر وتابعونا فإذن تابلت نوكيا T20 أول تابلت أندرويد من نوكيا وتابلت مهم جدا ناطرينه من زمان تابلت بيعب فراغ الفئة المتوسطة بسعر 250 دولار تقريبا وموظفات ما بتخلي شيء مقصنا لاستخدامات التابلت والأهم تابلت موجه للترفيه مع ميزة كتير مميزة اللي هي منصة جوجل للترفيه نبدأ من التصميم كتير حلو وتقيل عنا جسم ألمنيوم قوي مواد فاخرة بالصناع وشاشة جميلة جدا حوافة منحفة تماما بس أنا شخصيا هيك برتاح أكتر لحتى أمسك التابلت براحتي من الأعلى عنا أزرار الصوت ومايكروفون ودرجة الميموري كارد من اليمين سبيكر من أصل سبيكرين عنا إياهن ومنفذ الشحن وبالزاوية تماما عنا منفذ سماعات 3.5 ليش بالزاوية؟ ما عندي أي فكرة مو مريحة كيف ما مسكنا التابلت بس أنا شخصيا طبعا بفضل سماعات البلوتوث بكل أحوال من اليسار لسبيكر الثاني وزر التشغيل من الأسفل ما عنا شيء من الخلف عنا أناقة كتير حلوة وعنا الكاميرا الوحيدة الشاشة مو فاخرة بس أكتر من كافية 10.4 إنش تقنية LCD سطوع 400 نت ودقة 2000 ضرب 1200 يعني مو توكي تماما مثل ما كاتبين HMD بس قريبة الشاشة عموما مريحة للعين حلوة للاستخدام زوايا الرؤية حلوة الألوان جميلة ولو إنها مو بجمال الشاشات الأعلى وباختصار بتكفي وبتوفي للغرض اللي بدنا نعمله بهذا التابلات السطوع بالخارج مو كتير منيح بالدرجة الأولى لأنها LCD بتعكس كتير بس بالداخل ما عندي أي شيء سلبي عنا نهائيا وقتم نحضر محتوى عن خدمة بتعرض بدقة 4K العرض بيكون كتير حلو بس لاحظت أنه يوتيوب تحديدا ما بيعطيني مجال إختار 4K من القائمة حتى بفيديوهات قناتنا اللي مصورينا وناشرينا 4K المعالج يوني ساك تي سكستي تن مو أفضل معالج على الأكيد بس معالج كفه جدا وكمان مرة بيكفي وبيوفي التصفح سلس وممتع وأداء التطبيقات العادية ممتاز جدا أداء التابلت بصورة عامة ممتاز البطارية من 1200 ميلي أمبير ساعي الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت مع 3 جيجا بايت رام وممكن نستخدم مايكرو اس دي لحد 512 جيجا بايت الكاميرا الأمامية المخصصة للاتصال بالفيديو 5 ميجابيكسل الخلفية 8 ميجابيكسل مع أوتوفوكس الاثنين ما فيهم شيء مميز ولا شيء سلبي بيعملوا شغلون تمام التمام نظام التشغيل أندرويد 11 وكتير قريب من الأندرويد نضيف من دون إضافات فعلية من نوكيا الميزة الأهم بالتابلت واللي بتخليه مختلف عن أي تابلت تاني بالسوق اليوم هو جوجل انترتينمنت سبيس الميزة الجديدة اللي عم تقدمها جوجل بدل الجوجل ديسكوفوري فيت بيشبه كتير واجهة جوجل تيفي وكمان بيشبه وظائفة منضيف أي خدمة بدنا إياها مثل نتفلكس أمازون برايم أي شيء تاني ومناخد فيديوهات وألعاب وكتب رقمية بمكان واحد والأهم تجربة كتير حلوة بالألعاب ما فينا نتوقع من التابلت يعطينا أداء سوبر متقدم بس أداءه معقول رح نضطر ننزل الرسوميات ببعض الألعاب طبعا بس بالنهاية هو مو تابلت مخصص للألعاب من أهم ميزات هواتف نوكيا واللي نقلتها نوكيا اليوم لها التاب هو أنه بتقدم لنا تحديثات أندرويد بسرعة وبشكل مستمر وعم توعدنا بهذا الشيء كمان هون سنتين تحديثات وثلاثة سنين تحديثات أمنية متواصلة وعموما نوكيا بتحافظ على وعدة كتير منيح بهي التفاصيل أنا شخصيا كتير بحب تجربة أندرويد بتقدمها نوكيا أقرب ما يمكن للاستق أندرويد عمر البطارية ممتاز هي أصلا بطارية ضخمة لهيك شحنة بطيل حوالي ساعتين ونصف للشحن الكامل بس النتيجة بتكون ممتازة بتعيش معناه فترة كتير طويلة لمين بنصح بهذا التابلت؟ لمحبي الترفيه اللي بيستخدمه التابلت لمشاهدة المحتوى وللتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي هو تابلت ترفيهي ممتاز للأطفال؟ ممتاز للأطفال بس لنلاقي له بيت حماية مناسب مش هما يكسروا للعمل الإنتاجية؟ مو تماما بنصح بتابلت أعلى بالمواصفات بهي الحالة بس طبعا بيكون بسعر أعلى أيضا شكرا لنتابعتكم هالفيديو اشتركوا بالقناة والتابعوني لإنستجرام انا بشوفكم بالفيديو القادم